الألغام التي ازرعتها ماليشي الحوث والمخروع الصالح لم تستثني كبيراً أو صغيراً إلا ووقع ضحية لها الطفلة نهلة 13 عاماً من أسرة فقيرة واحدة ممن أصيبوا بانفجار تلك الألغام أصيبت أثناء خروجها للعب مع مثيلاتها في منطقة الضباب غرب تعز لتصاب معه بحالة نفسية لا تطيق فيها أحداً وتحتاج إلى من يمد لها يد العون ليخرجها من حالتها تلك خرق البين الترعي دعي زباً لما بتقطع على ريك ريك مكسور لما هذه الساعة ستابع حلقاً به شلينيه وسعبنا بمطر مش بسيارة ما بسيارة مقطوع الترعي ودعونا للمشتشفى البرهي قال أقولنا بالمشتشفى البرهي قال أقول من دكاترة لحينة الآن الدعبان مشنق قابل زي الحالة من الفقعة بزي الحالة في بلد اسمه اليمن تواصل فيها الماليشيات الإنقلابية زراعتها للألغام في مختلف المناطق والتي حصدت أكثر من 188 مدنياً بينهم 16 امرأة و60 طفلاً طبقاً لآخر الإحصائيات ألفان لغم تم نزعهم في مناطق داخل مدينة تعز وستة آلاف في منطقة الساحل الغربي هكذا يقول مختص نزع الألغام بالنسبة للألغام بالأعداد نحن في قطاع تعز يعني في المدينة والمديرية المحررة تم نزع 2600 لغم أما في القطاع الغربي محور باب المندب المقاء فتم نزع 6000 لغم من مختلف الأنواع وفي وحدة هندسة هناك مكلفة قائية تابعة المحور الغربي ولكن أننا متواصل معها فجميع الألغام التي تم نزعها في تعز 8000 لغم إلى الآن إذن تثبت الأحداث في اليمن أن الإنقلابيين لا يرتكبون الجرائم بحق المدنيين فحاصب وإنما بحق القوانين المحلية والدولية محمد الحذيفية الإخبارية تعز